نضمننا الكابتن عدلي القياه طبعا أحد نجومنا بنتعلم منك يا كابتن عدلي كل يوم يعني مش طالع معك بكرة حابب بس أخد طبعك بشكل عام كأحد قامتنا ورموزنا كابتن عدلي مع الكلمات الكبيرة من الكابتن محمود الخطيب والسعادة من أعضاء الجامعية العمومية وقت قليل قوي وثلاث شهور اللي نحن نشوف فيه الكلام ده لا ده فيه شغل من أول دي يا كابتن عدلي وأن كنت مطمئنا لكن اتمنت أكتر مجلس الإدارة على وعده معنا ومع أعضاء الجامعية العمومية يعمل بجهد شديد جدا الكابتن الخطيب يتحامل على نفسه هدي احنا شوفنا ربنا يبعثه ويرجعه بالسلامة اللي شوفناه أن أحلام تتحقق على أرض الواقع كمان الرسائل اللي اتبعتت من خلال المؤتمر رسائل مهمة جدا الكابتن الخطيب فاتح حضنه بقول ياريت كلنا بقى كلنا نبقى في مركب واحدة ما نخشش بقى مين مع مين ومين ضد مين ونلسى الانتخابات والكلام ده حنبني على المبادرة دي ونشوف نتائجها بإذن الله أيضا الشكر الموفور اللي قدمه للمحبين أولا تخرج من هنا النادي الأهلي قادر جدا وبينمي وبيعمل ولكن أيضا بيثمن دور المحبين والناس اللي بتحب النادي الأهلي وبيؤكد على أن الناس دي اللي بيعايزين يسمموا العلاقة ويقول لك مخترقينهم ويش عارف ايه وبيعصروا عخرانهم لا الناس دي بتنصق من النادي الأهلي في كل قرار ولا يحد الشيء إلا بالاتفاق مع مجلس إدارة النادي الأهلي وخص بالشكر صاحب المبادرات والمساهمات الأكبر معالي توركا الشيخ وننتظر المزيد فيما هو قادم أما التكريم فيا سيدي دي سنة سيبنى علي بإذن الله ولكل دوره عايز أسألك على سؤال مهم وهو موضوع المفاجأة الطبية وموضوع فيروس C ده حاجة يمكن مكادش الناس مكادش بحضرها لها حاجة رائعة وفيه شغل كبير بيحصل يا كابتن عدي الفترة ده دليل لكل اللي كان شغاله وكابتن الخطيب بيأخذ العملية بنجاح جامد جدا حتى المبادرة الشخصية كسفير لحملة فيروس C يعني يتبرع بنصفها لبلده ونصفها لناديه اللي بلده التاني هذا شيء رائع وثم أن كل الحالات يتحمل بعد كده مجلس الإدارة من جيبه الخاص يا جماعة عندكم مجلس إدارة بطعم وريحة النادي الألي وياليخ بالنادي الألي شكرا كل الشكر وتأدير من جديد لكابتننا الكبير الكابتن عدل